تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من ثلاثة وتسعين ألفا وستمائة فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ساهم في الكشف عن ثمانمائة واثنتين وأربعين حالة إصابة جديدة بالفيروس وجميعها حالة مستقرة وتخطع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة قرابة واحد وثمانين ألفا وثمانمائة حالة كما أعلنت الوزارة عن شفاء ثمانمائة وإحدى وعشرين حالة جديدة من المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء ما يزيد على واحد وسبعين ألفا وأربعمائة حالة هذا وتم الإعلان عن وفاة مصاب واحد وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة أربعمائة وحالة وفاة